دورات إعداد خطاب المقبلين على الزواج وبناء علاقات عائلية سوية مبنية على المحبة كانت مدار حلقة نقاشاً في برنامج صباحكم نور الذي عدته وقدمته الدكتورة باسم السمعان عبر اتصالات هاتفية أجرتها نور سات مع كل من سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن وقدس الأب سالم مدنات وقدس الأب شوقي بطريان وقدس الأب جور شرايحة حيث تركز الحديث في حلقة هذا الأسبوع حول أهمية عقد هذه الدورات والتحضير لسر الزواج المقدس وكيفية الحفاظ على هذا السر وفهم معانيه السامية التي يجب أن تكون مبنية على المحبة والانسجام والتفاهم فإلى هناك لذا واحد فينا بدو يعمل رحلة طويلة نعم خلينا نقول على أوروبا لأنه زارة أوروبا بعيدة بالنسبة للوضع اليوم أديش الرحلة بدها تحضير وهي رحلة قصيرة يعني أربع ساعات نعم وممكن أنا رايح لأ أسبوع وراجع بدي أحضر الفيزا وبيدي أحضر التذكرة وبيدي أفحص كورونا وبيدي 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 الرحلة حتى تنجح بدها تحضير ما بقدر أروه على المطار هيك بدون تحضير نعم وكل ما تحضرت أفضل كل ما الرحلة كانت ناجحة نعم كان بالأحرى رحلة الزواج اللي تستغرق كل العمر لأنه سر الزواج هو عهد بين طرفين وهو غير قابل لتوقف لأنه عقد ثابت نعم وفي ديمومة نعم فمشان هيك ضروري وكمان ضروري لأنه منشوف كتير حالات وزواجات بتنتيب فشل نعم بتنتيب فشل لأنه ما تحضروا نعم مش عارفين طبيعة الزواج مش عارفين قيمة الأمان المتبادلة مش عارفين أنه الزواج مبني على المحبة مش عارفين أنه مطلوب من الزوج يحب زوجته والعكس صحيح مثل ما أحب المسيح الكنيسة وبدل ذاته من أجلها نعم في معاني سامية جدا للزواج المسيح فالزواج المسيح إما بدخل الأزواج في جنة من الحب والتفاهم أو بدخلهم في جحيم من الخصومة والغضب اليومي بين الطرفين نعم التحضير للزواج هو تحضير حتى يفهموا ما معنى هذا العقد ما معنى هذا العهد كيف نبني العلاقات نبني على الثقة كيف نعيش الأمانة مدى العمر كيف نتكل على نعمة الرب أهمية الصلاة في حياة الأزواج الصلاة اليومية البيتية أهمية قداس الأحد أهمية الاعتراف من وقت إلى آخر أهمية المناولة للطعطي قوة وحياة للأزواج والعائلات نعم ففيه تحضير إيماني وأيضا تحضير مباشر حول الرتبة نفسها كيف تتم هذه الرتبة وما هي معانيها والذي يشارك في هذا التحبيط بشكل جدي هو يحصد ثمار يانعة وغنية لحياته وحياة عيلته وإلا بدون أي تحضير الزواج مهدد بالفشل عادة نعمل خمس لقاءات نعم منها لقاء كتابي مبنى الكتاب المقدس ومعنى الزواج في الكتاب المقدس في محاضرة تانية حول لترجية الزواج الرتبة نفسها كيف تتم في محاضرة تالتة حول التفاهم داخل البيت محاضرة رابعة ناحية طبية ومحاضرة خمسة ناحية قانونية يعني حقوق وواجبات الأزواج ومعاني بطلان الزواج والنفقة والمشاهدة الآخرية وهذه الأشياء مش معروفة لدى الشباب متحمسين لو يتزوجوا لكن مش عارفين شو بيستناهم بعد شهر شهرين سنة سنتين من هذه الرحلة حقيقة دكتورة بيوز أنا بالماضي يعني كنت أشغل بالمحكمة كقاضي من سب عشر سنة نعم وقال ليش كنت أشوف هموم ومشاكل وبيوت حقيقة بدفع ثمنها دايما الأطفال في أي مشكلة بين الزوج والزوجة وكنت في الماضي بجوز في مجهود شخصي أنا أحاول أقعد مع أكثر الخطاب اللي بخطبهم وبتكللوا عندي بالكنيسة ولكن والحمد لله يعني بعد ما استلم سيادة المطراني لاستفر السدة المطرانية والرئاسة الروحية بعمام وهو بالماضي كان أيضا نائب رئيس للمحكمة وكان يشوف شو المعاناة فصار في اتفاق بيننا أنه يكون فيه هناك دورات إلزامية للمقبلين على الزواج حتى يكون فيه هناك وقاية وقاية ما قبل المرض خلينا نحكي وحقيقة هلا إننا تقريبا سنتين بلشنا بهذه الدورات الإلزامية اللي تعقد عندي في قاعة الكنيسة بالعبدالي وحقيقة ما كنا نتوقع هذا الإقبال وهذا الاهتمام بهذه الدورات طبعا فيها إرشاد روحي فيه دايما محاضرة لسيادة المطرانة كإرشاد روحي فيه عندنا إرشاد نفسي فيه عندنا إرشاد طبي وحقيقة بكل تواضع بحكي لك دكتورة إنه في البداية لما بيجوا الخطاب أول محاضرة بيكونوا سوي هيك مستغربين شو اللي عم بدوا يصير ولكن فعلا بعد انتهاء هاي الدورة اللي هي تقريبا لشهر يوم بالأسبوع تقريبا فيه عندنا خطاب عم بيجوا بتابعوا كل الدورات وعندي حتى خطاب بعد ما اتزوجوا عم بيجوا حتى في أول سنة عم بيجوا بتابعوا هاي الدورة لقد مبسوطين من هاي الدورة نعم واستفادوا منها حلو نعم وحقيقة دكتورة يعني عم نكتشف إنه قديش في هناك أمور أمور عم بيجتفيدوا منها الخطاب من المحاضرين وستقين السنة الماضية دكتورة خطاب اثنين من بعد ما حضروا الدورات واكتشفوا إنه هم اثنين لا يمكن يكملوا مع بعض كزوج وزوجة يعني فشحوا الخطوبة باتفاقه هم أصدقاء لأنه شافوا حالهم إنه هم اثنين بعد ما حاضروا هاي الدورة وصدروها على فترتين يعني برغاهم اثنين شافوا إنهم اثنين يظلوا أقرباء ويظلوا أصدقاء ولا إنه يعقدوا الزواج وبنهاية يكون مصير لبيت الدمار وصدقيني دكتورة يعني فيه هناك قضايا بالمحاكم مثلا كان على زمنه لو حضروا هاي الدورات أو لو كانت الدورات هاي موجودة صدقيني مابوك قضاياهم مش موجودة أمام القضاء بالمحكمة الكنازية وخاصة المحاضرة الطبية يعني بتفتح آفاق واسعة أمام الشباب والصبايا إنه هلا مثلا حاليا إحنا من الفحص التلسيمي هو الفحص الإلزامي اللي بتطل بالدولة بين الخطاب ولكن عم بنحاول قدر الإمكان إنه كمان شوي يصير فيه هناك حتى الفحص القدرة على الإنجاب أو فيه أمراض ثانية لأنه فيه عنا مش فقط فحص التلسيمي ولكن فيه أمراض أخرى حقيقة لو الخطاب عملوا هذا الفحص قبل الزواج خلال فترة خطوبي أو خلال فترة التعارف أنا بعد ذلك كان معقدوا الزواج أو أخذوا علاج معين وتفادوا دمار البيت الزوجي طبعا أهمية المحاضرات هذه إلها ثلاث أسباب نعم السبب الأول هو سبب قانوني القانون الكنفي نعم يطلب من الكنيسة يعني بالقانون أن تحضر الأزواج نعم ثانيا في عنا سبب رعوي بما معنى أنه الأبرشية التي تهتم برعيتها نعم يجب أن تحضر أيضا من ناحية رعوية المقبلين على الزواج نعم هذا الشيء يعني مطلب رئيفي إذا مش إجباري أن نقوم بتحضير الخطاب المقبلين على الزواج أن يعني شير في عندهم شوية معلومات إنسانية عاطفية دينية لاهوتية عن سر الزواج نعم وأنا داما بحكي أنه في عنا تحضيرين للزواج تحضير قريب وتحضير بعيد نعم التحضير القريب اللي بتعمله الكنيسة بشكل عام في الأردن اللي هي عبارة عن خمس أو ست محاضرات بتعالج كل الأبعاد الإنسانية والقانونية والنفسية للأزواج ولسر الزواج هذا تحضير خنقول قريب نعم نيح ولكن لا يكفي المهم والأهم منه هو التحضير البعيد للزواج بمعنى أنه من يعني في مراحل نمو الإنسان الرشد، النضوج، البلوح، كل هاي الأعمار بالشبيبة، بعدين بالجامعة، في كل من خلال زيارات البيوت، من خلال المدارس نعم ومن خلال العظاة في الكنيسة ومن خلال المقابلات الشخصية يتم تحيئات شبابنا وبناتنا على سر الزواج ما هو الزواج، ما هو الارتباط، ما هي التضحية، ما هو خير الزوجين هذا تحضير بعيد وهذا يعني بترك أثر أكتر في الإنسان نعم من التحضيرات، التحضيرات، التحضير القريب كثير منيح وممتاز وبخلق الكثير من التساؤلات ولكن هو كثير قريب من موعد الزواج عادة بنعمله إحنا بشهر أربعة أو ثلاثة، وبكون الزواج بشهر تمانية نعم أو سبعة، وبالتالي يعني ما بكون في كتير تركيز، مهم وبساعد نعم ولكن لازم نشتغل على التحضيرين أفضل، القريب والبعيد أنا أعتقد وجد نظري أن هذه الأمور كلياتها من أجل مساندة هذا الزواج، قيام هذا السر المقدس نعم يحتاج الدعم من الجميع، مش بس من الكنيسة، من الأهل الإتبار والراشدين، من المعهم بالكنيسة، لكل الناس يقدم المشورة في النهاية كل واحد يلو اختباره الشخصي، أكيد، ولكن الهدف من هذه الدواءات أن يدخلوا في حضن الكنيسة أولا وثانيا أن يكون في عندهم صبرة الناس، يعني من هو الحكيم؟ الحكيم الإنسان اللي بتعلم من أخطاء الناس، بو شرط واحد أنه يتعلم من أخطاءه بس، يعني فيه شغلات لا تجربة، ومن بينهم الطلاق أو فتخ الزواج، لذلك يسوع المسليح حكا لهم لتصاوة قلوبتهم أحلى لكم موصر، ولكن بالأصل الزواج أبديكم لذلك الشباب المقبلين على الزواج، بتهم يعرفوا أن الشخص الذي يتعلمها بجرطة بصفير هو حتى الاسم برطة بقع بعض، يعني هي بسات بدها تكتط أحيانا بكتبوا اسم عائلة الجوزة وهو بتكون أهلها، وعائلتها القديمة اللي تلعت منها، بتكتبوا هو يكون عمو فيها أيضا شهرها وغضاء، هاي بنركز عليها بالإعداد، طب الزواج، إنه إيش بتجوز من الزواج؟ هي ترغطها عائلة، ترغطها أمه وأبو وأسرة، لذلك بتعرف فيه الشباب المقبلين إنه أنا هذا الشخص اللي بتانت بصفير، مش بيوم وليلي أصبح حرماضج جاهز إنه يفتح به إلا أصبحت بضروحها، بألامها، بتعبها وكشجاها، فصار هذا الشبب اليوم جادر إنه يتقدم للزواج نعم، فبلا تعرف إنه هاي الأسرة أصبحت هي عضو فيها، كثير الفشاكل اللي بصول، بي سببها العائلة المنتجة نعم، ولذلك بدنا نكون حضرين، وإحنا نحكي لكم، أولادنا، وما نحكي لهم إنه في أشياء أخذكم أنتم وإحناكم، لا أبوك وأخذها ولا أخذك من أخوها، في أسرار مقدسة، يجب أن تبقى داخل هذا البيت ومتى خرجت، أصبحت المشكلة خارجة عن الصيفة